صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنى الله مشوار الطبي مشوار الطبي بدأنا خطاه السلام على خير معلم الناس الخير محمد وبشرح لي صدري وأسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله النهاردة هنرسم الرسومات الموجودة في الأحياء في درسهم بتوع المناع التكاثر في الإنسان التكاثر الجنسي في الإنسان أول رسمة هتقابلك في الكتاب هي الرسمة بتاعة الجهاز تناسلو الذكري منظر جانبي أو حتى منظر أمامي اللي اتنين مش علينا مش علينا كرسم ولكن علينا كابانات مهمة جدا تبقى فاهم فين المثانة والتحتها بتبقى يعني لازم تبص في الرسمة كده وتشوف البرستاتة فين والحوصاتان المناويتام فين غداتة كبر فين تبقى فاهم الدنيا فين البربخ فين الخاصية الحاجات دي لازم تبقى فاهمها كويس تمام طيب نرجع بقى أول رسمة هتقابلها وعليك رسم اللي هي القطاع في الخاصية قطاع في الخاصية عبارة عن حاجتين أنايبات منوية وخلايا بينين الطيب يا الانبيبات المنوية دي عبارة عن ايه عبارة عن انابيب هي انابيب تبيع عاملة كده انابيب عاملة كده كده وما بينها هنا كده خلايا بينيه بس احنا نعمل لها ناخد قطاع بالعرض كده فهتبني الانبيب كأنها دوير دوير وما بين الدوير ديت في خلايا بينيه صح والله ايه تمام حلو قوي عشان بس نبقى فهمين القطاع عامل ازاي قطاع عرضي في الخصية ديت انايببا منوية برضو نرسمها رسمة احسان المفروض ان هو هيعدلها جميل جدا ودي كمان اونيبيبة منوية ودي كمان اونيبيبة منوية هو الراجل دوت بيحب كده ييجي يقوم جاي قاطع الحتة دي كده وقاطع الحتة دي وقاطع الحتة دي ويقول لك بس احنا يعني يعمل فقص على الجزء ده يكبروا كده طيب ايه اللي موجود هنا دي خلايا بينية خلايا بينية اللي هي بتفرز هرمونات طيب جوا الاونيبيبة المنوية هتلاقي ايه هتلاقي اول حاجة خلايا سارتلي تبقى خلايا هرمية الشكل وضخمة لها نواة طبعا اتنين نون ويتلاقي الحيونات المنوية مغروزة فيها كده عشان هي لها وظفتين التغذية والحماية مناعة لان احنا عارفين يا الله ايه الدم بيبقى موجود جنب الخلايا البينية لانها غود ده صماء تصب افرزتها من الهرمونات في الدم بشرة تستسنون الاندروستيرون ولكن الدم ما بيوصلش الجوة لان الحيونات المنوية اصلا بالنسبة للجزء مناعي اجسام غريبة لو تعرف عليها هيبدأ يهاجمها فينفعش يدخل لجوه طيب تعال هنا الخلايا الجرثومية الامية اللي هي بتبقى البداية اصلا بتبقى موجودة في الجدار في البطانة فما بتترسمش اول خلية بتترسم هي الخلايا امهات المني ثم بعد كده خلايا ضخمة شوية كده اسمها خلايا منوية اولية لان امهات المني بتختزم القادر من الغزاء تحول الى خلايا منوية اولية نين نون وحجمها كبير وبعد كده هتلاقي خلايا منوية ثانوي نون لان انقسام مايوزه اول اختزالي وبعد كده هتلاقي طلائع منوية انقسام مايوزه ثاني ثم حيوانات منوية تمام وهكذا ارسم كمان سطرين ولا حاجة وخلاص على كده هنا ارسم له خلايا سرتولي لو انت عادي افاضي في الامتحان بقى اعمل بقى الحوارات ديت وهكذا يعني تمام لكن يعني لو انت رسمت خليتين سرتولي كده ورسمت اللي ما بينه الحتة اللي ما بينه وخلاص يكفيك وتكتب بقى البيانات ديت سرتولي دي امهات المني ده حيوانات منوية ديت طب نكتب الترتيب بس اولية ثانوية طلائع منوية حيوانات منوية طيب وديت طبعا خلايا بيني لو انت فاكر معلومتين كده على السريع مين اللي كان بيأثر على الانيببات المنوية الف اس اتش مين اللي كان بيأثر على الخلال بينية ال ال اتش يبقى هو مين الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية السنوية في الزكر التستستيرون والاندروستيرون طب مين المسؤول بصورة غير مباشرة ال ال اتش لان ال ال اتش بيأثر على الخلال بينية فتفرستستيرون والاندروستيرون طب مين المسؤول عن الخصوبة في الزكر الخصوبة يعني كمية الحيوانات المنوية قوله يعمل FSH ليه؟ لأن FSH هو اللي بيكون الونايبات المنوية وتكوين الحيوانات المنوية جواه فهو المسؤول عن خصوبة الزكر وطبعا غياب FSH من أسباب العقل جميل جدا يعني الحمد لله نحن بنقدر نرسم والرسمة بتفكرنا بحاجات كتير ونقدر نقول الأسئلة والكلام ده رسمة تكوين الخلايا تكوين الحيوانات المنوية أسهل ما يمكن يبقى عند الخلية جرثومية أمية بعد كده بتنقسم عدة انقسامات ميتوزية غير معلومة العدد ولكنها بتبقى عدد كبير جدا أكتر من في الأنسة لأن الحيوانات المنوية عددها كبير إنما في الأنسة هي عايزة بوايضة في الشهر إنما الزكر ممكن في اليوم الواحد 100 مليون 200 مليون حيوانا ولا حاجة طيب قادي كمان انقسام فتدي وممكن انقسامات كتير عدد غير محدد عدة انقسامات فتدي أمهات الماني واحدة من أمهات الماني هناخدها فتختزن قادر من الغذاء فتدي خلايا منوية أولية ضخمة يبقى دي أمهات الماني وده انقسام ميتوزي فلو كانت ديت اتنين نون نحن عقلين انها اتنين نون نهيت يبقى ديت برضو اتنين نون ميتوزي مش اختزالي بيحافظ على ثبات صفات الوعصية إنما دوت نمو يعني جسط ان انت حطيت فيها شوية غذاء فبقت خلايا منوية أولية كم نون؟ اتنين نون برضو ما فيش انقسام حصل أصلا هنا بقى اللحظة الفارقة وهتدي خليتان منويتان ثانويتان وده انقسام ميوزي أول وده بيبقى اختزالي يعني ديت بقى اتنون كده بقى دخلنا في الجد طيب بعد كده هدية تتنقسم انقسام ميوزي ثاني والانقسام ميوزي الثاني يشبه يشبه الانقسام ميتوزي ليس بانقسام ميتوزي ولكنه يشبه ليه؟ لان ده نون وحفظنا عليها بيت نون برضو ونسميها طلائع منوية الطلائع المنوية بيحصلها مرحلة تشكل فتتحول إلى حيوانات منوية تركيب الحيوان المنوية طبعا بقى في اسامي هنا على الشمسنا ديت مرحلة التضاعف مرحلة النمو مرحلة النضج وفي الآخر مرحلة التشكل التشكل النهائي اتمنى طبعا ان انت بعد كل رسمة بتوقف وبترسمها لوحدك الحيوان المنوي رسمة الحيوان المنوي الرأس ارسمها بيضاوية كده وبعد كده في جزء قدام اسمه الجسم القمي او الاكروسوم اللي بيفرز انزيم الهيالورنيز عشان يحطم غلاف البويضة متمسك بفعل حمض الهيالورنيز ديت النواء اللي بيبقى بها نون 23 كروموسوم بعد كده في حاجة اسمها العنق بيبقى فيه سنتريولان بعد كده حاجة اسمها القطع الوسطى بيبقى فيها ميتو كوندريا اللي انا عملته دوت يعني خليها زجزاج كده بعد كده الزيل والذيل بيبقى في الآخر في حاجة اسمها قطع زيلية وفي حاجة اسمها محور الزيل كده ماشي اكتب بها البيانات الجزء ده على بعض جده اسمه الرأس الحتة ديت الوحدة اسمها العنق الجزء دوت اسمه القطع الوسطى ودوت الزيل جسم قمي نزيم هايورنيز نواه 23 كروموسوم بنسميه ليه اسم كتير على فكرة اسمه السنترو سوم او الجسم المركزي او الجسم القطبي او السنتريول ومش واحد بقى سنتريولان طيب ديت ميتو كوندريا او ميتو كوندريا في قول اخر دوت محور الزيل وديت قطعة زيلية جميل بعد كده الجهاز تناسل الانساوي منظر امامي بيبقى عليك رسم بترسم ايه بترسم القبة ديت بنسميها الفندس بتاعت الرحم ايه الفندس بتاعت الرحم ديت الجزء اللي فوق من الرحم يعني حاول صغره شوية اهوت وبعد كده تطلع منه قناتي فلو نرسم واحدهية وتعمل اقماع بتاعت قناة فلو القمع والزوائد ما تكبرهاش وما تبعدهاش اوي وانزل كمل بقى هو بيبقى كم مثري الشكل فتنزل من الجنب كده برضو بتعملها القمع والزوائد الاصبعية اهوت وبعد كده بتعمل حاجه اسمه عنق الرحم وانت راجع اعمل جدار الرحم لانه بيبقى سميك عضلي اهوت دي عضلات بتاعت سميك اهيت برضو هنا عنق الرحم وهدي عضلات بتاعت جدار الرحم ويظللها كده اه دي عام عضلات جدار الرحم ليه عضلات ملساء لا ايرادية حد يعرف فرمون بيأثر على عضلات الرحم ايوه الاكسيتوسين حد يعرف بيفرض منين بالضبط من الفصل الخلفي للغدة النخامية حد يعرف مين اللي بينتجه اصلا بيصنعه الخلال العصابية المفرزة طب يعرف الخلال العصابية المفرزة بيبتبقى فين في منطقة تحت المهاد او الهايبوثالماس طيب ودوت المهبل بقى فيه ثنيات كده وطبعا فيه غشاء مخاطع عشان الترطيب اهم حاجه طبعا المناسل اللي هو المبيض بقى فيه روباط كده تسميه يوتراين ارتري او اوفيريان ارتري معلش ما علينا يعني حاجه كده بيتوصل المبيض بيجدار رحم عشان التثبيت وبيوصل من خلاله الدم ما علينا ده المبيض القمع الزواج الاصبعية ياريت تقربهم اكتر من كده اكتر من انا رسمهم كمان وبعد كده الله يكرمك ما متنساش الحركة دي يعني ظل الحتة دي شوية كده واكتب عليها بطانة الرحم لان الرحم ليه جدار وليه بطانة طب حد يقرب بقى هرمونين بيأثر على البطانة الاستروجين والبروجسترون الاستروجين بيأثر عليها في مرحلة مطج البويضة لمدة عشر ايام وبيعمل انماء لبطانة الرحم انما البروجسترون لمدة 14 يوم في مرحلة التبويض وبيعمل زيادة السمك وزيادة الامداد الدموي اللي بطانة الرحم طبعا لو في حمل بيستمر بقى 9 شهور لحد ما يحصل بذلك المراحل بتاع تكوين البويضات هي نفس الكلام هنا بس بدلا ما تدي خليتان منويتان ثانويتان هتدي خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي وبعد كده دي هتدي بويضة وهنا فيه ثلاث اجسام قطبي فمش مضطر نحن نرسمها كلها تانية يعني هي سهلة رسمة البويضة ما فيهاش مشكلة برضو عبارة عن خلية وحطه جواه يا عم نواه وجواه نواه نواية بس لازم اللايك انواك تخلي الغشاء سميك شوية الغلاف سميك قول عليها عشان الهيالورنيز الهيالورنيك قصدي بس كده عمل حاج رسمنا النهاردة الحاجات بتاعت الانسان وتمنى ان الرسم يكون سهل يعني مفوش حاجة وما تنساش برضو اللايك رمك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة والشير اهم حاجة عشان توصل لزمالك فيه ناس كتير من الاظهر زي ما قالت لك مش عارفين ان فيه حد بيرسم وعايزين حد يرسم لهم الرسومات وقال لهم اللي علينا وقال لهم مش علينا فابعت لهم الكلام ده وتكتر فيهم سواب يعني سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة